اشتركوا في القناة وصلها اليوم الاصطفاف الثوري ما اصبحش الان لازم ننبس كل الخلافات اللي بنا ما نفعش فيه اخوان او غير اخوان كله تحت هدف واحد الضرب اللي بي في الميدان التحرير دلوقتي بيفرقش بيقولش انت نوع نوعية الثائر ايه دلوقتي كلنا نتوحد تحت الكلمة واحدة اسقاط حكم العسكر ده هدف رئيسي اليوم للثوار ومجلس ومنقل الثورة دعا اليوم للاحتشاز ميدان التحرير الان ويدعو الى موجات ثورية متوالية من الغد ومستمرة الى ان يسقط حكم العسكر ان شاء الله رب لانا اذا انت ترى بانه البداية البداية الان مشابهة اليوم 25 ينايا ومشجعة ومشجعة لكن هل سيترك النظام المتظاهرين اللي يتظاهروا على مدار 18 يوم كما فعلوا في ثورة ينايا لن يتركهم ولكن المستمرين احنا عندنا تجربة موجودين في الشارع بقالنا حوالي 15-16 شهر متوالي اذا انضم الينا بقية الثوار اللي كان فيه مواقف مختلفة بيننا الان يجب ان ننبوز جميع الخلافات نتوحد على هدف واحد هو اسقاط العسكر مجموعة من الناس كانت مستمرة 14 شهر متوالية وتستمر يضاف اليها الثوار ثوارنا اخواننا اللي كانوا موجودين معنا 25 ينايا حصل خلاف بيننا لأي سبب ما نتوحد الان ستكون قوة ضاربة وستكون وسيلة من وسائل الضغط على العسكر لسقوط العسكر ولن يحررنا وهذا سيسقط بهذه البساطة؟ هيسقط لماذا؟ في ضغوط كبيرة جدا عسكر هو تجمع الجيش كله من من بارح من 28 و29 ده لو كان العسكر مستقرين وكان حكمه مستقر ما كانش عمل حشود الجبارة دي وما كانش خاف النهاردة لأن حكم البراء اللي عملوا النهاردة على مبارك وعوانه لكنك من يرى بأنه عودة ماشهة ثورة 25 يناير ضرب من الخيال لا ستعود ستعود أن في نقطة مهمة جدا اليوم بهذا الحكم أحل دماء مبارك وكل أعوانه ليه؟ لأن أصبح الآن القصاص واجب الأول كان الثوار وأهالي الشهداء يعودون للقضاء لأخذ حقوقهم الآن لا يوجد قضاء فإذا أصبح دمهم مخضر لكن لما سقط مبارك كان قبل ثورة تونس الآن بعد ما يشهد نظام الحالي ما جرى في سوريا واليمن هل بالبساطة سيسقط؟ كان سقط النظام مبارك؟ لن يسقط ببساطة لن يسقط ببساطة وسيسقط شهداء آخرين ولكن سيسقط العسكر إن آجلا أو عاجلا سيسقط حكم العسكر لأن المهزلة اللي حصلت النهاردة ببراءة مبارك وجميع أعوانه كانت رسالة قاسية لجميع زملاء الثورة والثوار باختلاف انتمائتهم بإجاز شديد ما فرص توحيد قوة ثورة الخامس سورة عشر من يناير قبل ذكرى الثورة وبعض أحكام لموجودة أصلا من قبل الأبضع الدكتور محمد بشر كان فيه تجمع لقوة الثورة كلها وأحد أسباب القوة الإسلامية على مدار السبوع كانت من قسمة فيه دعوة تتضاهل لا دعوة الثمانية والعشرين دي لها قصة مختلفة المهم احنا نتكلم على الثوار جميع انتماءاتهم فيه تجمع وفيه دعوة لمليونية اتناشر اتناشر إن شاء الله ويكون فيه توحد كل الثوار عليها مجلس من الثورة دعا الثوار وفيه تجميع للثوار من قبل حكم اليوم وتأكد بعد حكم اليوم إنه لا فرصة أمامنا جميعا إلى التوحد وانشغل المتوحدين وإحنا بندعو الآن إلى مليونية اتناشر اتناشر مليونية كبيرة جدا لإسقاط الحكوم العسكر والشعر الذي سيرفع فيها انتفاضة الشعب المصري انتفاضة الشعب المصري شكرا ياسر صديق المتحدث باسم مجلس أماناء الثورة